بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشراف المرسلين أبناء الطلبة سنقوم بإنجاز هذا الفيديو الذي يحمل عنوان اختبار الفصل الثاني في الرياضيات للسنة ثانية ثانوية رقم 9 أنصح بشعبة العلم التجريبية والتقنية الرياضي والرياضي لأنها دالة رائعة حيث يقول الدالة العددية F معرفة على R معادة ناقص واحد كما يلي F لX2X مربع زائد ثلاثة على X زائد واحد هنا قال R معادة ناقص واحد لأنه يعدم المقام قال يرمز CF إلى المنحنة الممثل الدالة F في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجنس OEG قال واحد روماني واحد قال عين الأعداد الحقيقية A B و C بحيث يكون من أجل كل X من R معادة ناقص واحد أن F لX تسعين AX زائد B زائد C على X زائد واحد ثانيا قال أحسب نهايات الدالة F عند أطراف مجالي مجموعة تعريق فيها ثالثا قال بيّن أن المنحنة CF يقبل مستقيما مقاربا موازن لمحور التراتيب يطلب تعيين معادلة له رابعا قال بيّن أن المستقيم دالتا ذا المعادلة YGX ناقص واحد مستقيم مقارب مائل للمنحنة CF خامسا قال أدرس وضعية المنحنة CF بالنسبة للمستقيم دالتا هذا ثاني اثنان روماني حيث قال واحد بيّن أنه من أجل كل X من R معادة ناقص واحد فإن F فتحة لX تسعين ماذا X ناقص واحد في X زائد ثلاثة على X زائد واحد لكل مربع وF فتحة هي الدالة المشتقلة الدالة F ثانيا قال عين اتجاه تغير الدالة F على مجالات مجموعة تعريفها وشكل جدول تغيراتها ثالثا قال أكتب معادلة للمنحنة CF عند النقطة ذات الفاصلة صفرة ثالثا الروماني واحد قال بيّن أن النقطة A ذات الحدثية ناقص واحد وناقص اثنان هي مركز تناظر للمنحنة CF ثانيا قال أرسم كيلة من دالتا له المستقيم مقارب المائل ودل له المماس وCF المنحنة ثالثا قال عين بيّنيا قيم الوسيط الحقيقي أم حتى يكون للمعادلة F لX تساوي أم حلان مختلفان إذن لننطلق على بركة الله في الشرح المفصل إذن ننطلق أبنائي في الإجابة على الزائد الأول قال ماذا قال عين الأعداد الحقيقية A B C بحيث يكون من أجل كل X من A R معادلة ناقص واحد لأننا قلنا ناقص واحد هو قيمة منه يعدم المقام أن F لX ماذا تساوي F لX تساوي أن A X زائد B زائد C على X زائد واحد إذن نكتب هنا عنوان الإجابة لاحظوا نقول تعيين A B و C حيث أعطيت لنا العبارة عبارة الدلة ها هي أمامكم إذن هنا أكيد سوف نستعمل ما نسميه النشر والمطابقة لاحظوا جيدا إذن تصبح لنا عندنا أولا هذا مقامه كم؟ مقامه واحد حتى يصبح له نفس المقام معنى هذه القيمة تضرف فيها هذه القيمة فتصبح هنا A X زائد B مضروبة في X زائد واحد زائدها وزائد زائد C على X زائد واحد تصبح تساوي ما قلنا دائما X أكيد ينتمي إلى R معادلة ناقص واحد الذي قلنا يعدم المقام تصبح نقوم الآن بعملية النشرة ثم الترتيب القوى ثم المطابقة هذا في هذا كم؟ نصبح لنا A X مربع ثم في هذا زائد A X ثم هذا في هذا زائد B X زائد هذا في هذا زائد B زائد C الذي ليس لنا دخل فيه على X زائد واحد نرتب الآن تصبح تساوي ما هو الأكبر هنا يعني X زائد واحد نتركه في البسط هذا يبقى لوحده اللي هو A X مربع زائد عندنا هذا مع هذا نستخرج X كعمل مشترك صبح لنا A زائد B مضروبة في X ثم يبقى لنا هذا اللي هو A B زائد C نساويها أبناء ماذا؟ لأن هذه A F ل X وهذه A F ل X فنساويها مع العبارة الأولى التي أعطيت لنا ها هي العبارة الأولى فقط تابعوا جيداً إذن هنا هذه القيمة تساوى هكذا ماذا تقول قاعدة؟ يتساوى عدد يعني إذا أو كثيرة هدود إذا التساوى معاملة معناها A العدد المضروف في X مربع يساوي العدد المضروف في X مربع كم؟ إذن مباشرة A يصبح يساوي واحد وعندنا A زائد B هو العدد المضروف في X هنا لا يوجد لنا X إذن مباشرة نقول A زائد B لا يوجد ما يقابلهم نعطي لهم صفر لكن مع A كم يساوي يساوي واحد نعوضه هنا فتصبح لنا واحد زائد B يساوي صفر أنقل هذا إلى هنا تصبح لنا B مباشرة تساوي ناقص واحد ثم عندنا الأعزب اللي هو A زائد B B زائد C عفوا B زائد C يساوي لأعزب الذي من هنا يعني الذي لا يوجد له X فتصبح لنا B زائد C يساوي لنا كم؟ ثلاثة لكن ال B نحن نملك قيمتها نعوضه هنا تصبح لنا ناقص واحد زائد C يساوي لنا ثلاثة أنقل هذا إلى هنا تصبح لنا C تساوي لنا كم؟ تساوي لنا أربعة فقط أبنائي ها قد ظهرت هذه الثوابت A والB والC بهذه البساطة المطلقة بعدما أنهينا مع هذا الأمر ووجدنا فتصبح لنا العبارة الجديدة لـ F لـ X كالتالي تصبح لنا F لـ X تساوي لنا A هو يعني واحد نعوض هنا بـ 1 تصبح لنا X والB كم وجدنا ناقص واحد معنا تصبح لنا ناقص 1 زائد S اللي هو أربعة على X زائد واحد هذه هي العبارة الجديدة وهذه العبارة سوف نستغلها في الأسئلة القادمة فقط أبنائي نأتي بعدها إلى الجزء الثاني قال أحسب نهايات الدالة F على أطراف مجالي تعريفها أو تعريفها لاحظوا نحن قلنا أين تنعادل المقام؟ أين نعادل المعادل عنده؟ الناقص واحد إذن فتصبح لنا D F قلنا تساوينا R معادل الناقص واحد الذي يحول على شكل مجال من ناقص ما لا نهاية إلى ناقص واحد مفتوح اتهاد من ناقص واحد إلى غاية زائد ما لا نهاية هذا هو الأمر كم يوجد لنا من الطرف؟ هنا يوجد لنا أربع أطرف لاحظوا ننطلق في الأول نحسب عن ناقص ما نقول Limit F لـ X هنا إما نستغل هذه القيمة أو نستغل هذه القيمة أنا حر لكن بما أنه أعطيت لنا العبارة الثانية هذه قد وجدنا نستغلها لأنها سوف تسهل علينا الأمر تصبحنا X ناقص واحد زائد أربعة على X زائد واحد هكذا لما الـ X يؤول أولا إلى ناقص ما لا نهاية نحن نعلم أبنائي أن Limit 4 على X زائد واحد لما الـ X يؤول إلى ناقص ما لا نهاية تصبح لنا هنا أربعة على ما لا نهاية أي عدد على المال نهاية تعطي لنا صفر إذن هذا ذهب إلى صفر عوضوا هنا كم تعطي لكم تصبح تسهل علينا ناقص ما لا نهاية وانتهى الله عند الزائد ما لا نفس الشيء تصبح لنا Limit F لـ X وهي X ناقص واحد زائد أربعة على X زائد واحد لما الـ X يؤول إلى زائد ما لا نهاية هذه معروفة أنها تذهب إلى صفر لأنها أربعة على ما لا نهاية ونأتي بهذا إلى هنا ماذا يعطي لكم؟ يعطي لنا زائد ما لا نهاية حقا ظهر كل شيء بقي لنا الآن النهاية عند الأعداد هنا عند النقص واحد وعند النقص واحد بقيم أكبر وبقيم أسغر نقول Limit X ناقص واحد زائد أربعة على X زائد واحد لما الـ X يؤول إلى ناقص واحد الآن بقيم أقل يعني في هذه الجهة هنا يا أبناء عندنا كذلك نهاية شهيرة درستمها في السنة الثانية اللي هي Limit A عفوا واحد إذا قلنا واحد على X ناقص A لما X يؤول إلى A بقيم أقل معروفة أنها تسعينا نقص مدى نهاية معناها هذه مباشرة كم تصبح؟ هذه تصبح اللي هي Limit أربعة على X زائد واحد لما الـ X يؤول إلى ناقص واحد بقيم أقل تصبح تسعينا Limit أربعة في واحد على X زائد واحد لما X يؤول إلى الناقص واحد بقيم أقل هذه نطبق عليها هذا القانون تصبح لنا كم؟ تصبح لنا ناقص مدى نهاية بضربة في أربعة تصبح لنا تسعينا ناقص مدى نهاية إذن بما أن هذه أعطت لنا ناقص مدى نعوض هنا بالواحد بالنقص واحد هنا تعطيكم ناقص اثنان تصبح ناقص واحد ونقص واحد ناقص اثنان مع ناقص مدى نهاية لا يمكن أن تحدث له أي شيء تبقى لنا ناقص مدى نهاية لو كانت أبنائي هنا في يعني ناقص اثنان في ناقص مدى نتصبح زائد مدى نهاية لكن بما أنها زائد فالزائد لا يحدث شيء للمال النهاية عندنا كذلك لميت اكس ناقص واحد زائد أربعة على اكس زائد واحد لما الاكس يقول الآن إلى ناقص واحد بقيم أكبر نفس الشيء عندنا النهاية الشهرة إذا كان هذا من هنا هكذا تصبح لنا هنا زائد مال النهاية زائد مال النهاية مع هنا نعوذ بالنقص واحد لا تحدث شيء تصبح لنا زائد مال النهاية وانتهى الأمر فقط بعدما أنهينا مع هذا الجزء ولاحظوا هنا لما حسبنا النهاية عند العدد ووجدناها مال نهاية وهنا كذلك عند العدد وجدنا مال هنا يوجد تفسير بياني التفسير بياني لقد طرح سؤالها وقال بين أن المنحني CF يقبل مستقيما مقاربا موازيا لمحور تراتيب ما معنى موازي لمحور تراتيب له مستقيم مقارب عمودي يعني يأتيكم هكذا نقول أولا العنوان البرهان أن CF يقبل مستقيم مقارب كيف هو عمودي أو شاقولي أو موازي لمحور تراتيب هنا الأمر تقول القاعدة إذا حسبنا لميت نهاية لما X يقول إلى A إلى A قلنا A فتصبح تساوينا مال نهاية يعني زي من نقص مال نهاية قال نقول مباشرة X يساوي A مستقيم مقارب عمودي أو موازي لمحور تراتيب في مثالنا هذا عندنا لميت AF لX لما X حسبت عند ناقص واحد بقيم أقل وجدناها نقص مال نهاية ولما حسبت النهاية عند نفس العدد لهو X يقول إلى ناقص واحد بقيم أكبر وجدناها زائد مال نهاية يعني من العدد ذهبنا إلى المال النهاية فنقول X يساوي ناقص واحد مستقيم مقارب عمودي أو بلغة أخرى شاقولي أو بلغة أخرى موازي لمحور التراتيب هذا هو الأصل أو موازي لمستقيم إجراج إجراج فتحة وانتهى الأمر معناه يأتينا بهذه السيغة هكذا عمودي يعني يشكل زوية قائمة مع محور الفواسل فقط نأتي بعدها إلى الجزء الآخر قال بيّن أن المستقيم دالطا ذا المعادلة X Y يساوي ناقص واحد مستقيم مقارب مائل للمنهاني CF إذن نقول البرهان أن دالطا مستقيم مقارب مائل لاحظوا جيدا حتى يكون دالطا مستقيم مقارب مائل يجب أن تكون للمت أف لإكس ناقص إجراج لما الإكس يقول إلى مال نهاية يعني عند زي مال ناقص مال نهاية نجدها تساوي الصفر هذه هي القاعدة معناه هنا كذلك نقول للمت آف لإكس نأخذ هذه القيمة لنأخذ العبرة الأولى لهذه تساعد لهي X ناقص واحد زائد أربعة على X زائد واحد ناقص إجراج ها هي قيمة إجراج ها هي لما نضربها هنا في ناقص هذه ماذا يحدث؟ صبح لنا ناقص X زائد واحد أدخلت عليهم الـ X الناقص لما X يقول أولا إلى ناقص مال ناقص يذهب هذا مع هذا مع هذا مع هذا تصبح تساوينا لمت أربعة على X زائد واحد لما X يقول إلى ناقص مال نهاية هذه معروفة أن تساوينا صفر لأن تصبح لنا أربعة على مال نهاية صفر نفس الشيء لمت آف لإكس لما X يقول إلى الزائد مال نهاية ناقص إجراج بنفس الشيء أبنائي قال لنا إلا هذه القيمة فتساوي لنا صفر نقول ومنه ماذا دالتا مستقيم مقارب مائل بجوار ناقص مال نهاية وزائد مال نهاية لماذا حسبنا عند الناقص مال نهاية وجدنا صفر وحسبنا عند زائد ما وجدنا صفر فأصبح مقارب لكلا الجهتين يعني بالنقص مال نهاية وزائد مال نهاية فقط أبنائي نأتي بعدها إلى الجزء الأخر قال أدرس وضعية المنحاني CF بالنسبة لدالتا يعني فوقها تحتها يقطع إذن نكتب هنا دراسة وضعية CF بالنسبة إلى دالتا نقول هنا ندرس إشارة الفرق بين F ل X ناقص Y على D F يعني على المجال من جمعة التالف فعلينا أن نحترمها فتصبح لنا F ل X ناقص Y يساوي F ل X نستغل هذه القيمة دائما لأنها تسهل علينا أم تصبح لنا X ناقص 1 زائد 4 على X زائد 1 ناقص Y ها هي قيمة Y معنى تصبح لنا ناقص X زائد 1 بعدما ندخل عميب ناقص إذا تصبح هذا وهذا وهذا تصبح لنا F ل X ناقص Y يساوينا 4 على X زائد 1 إشارة هذه العبارة من إشارة المقام 4 عندنا أولا قيمة مجابة تماما وعندنا X زائد 1 يجب أن لا يساوي السفر لكن نحتاج إلى إشارته هو لا يساوي السفر نعم يعني قيمة ممنوعة لكن يجب علينا أن ندرس إشارته لأن إشارته كسر دائما من إشارته البسط في المقام ينعدم كسر إذن عدم البسط أما إشارته كسر فإشارته البسط في المقام عليكم أن تنتبهوا إلى شيء اسمه الإشارة وشيء اسمه الإنعدام إذن هنا نضع هكذا هذا الجدول الذي من خلاله سوف نلخص هذه الأعمال لاحظوا إذا جئنا هكذا ونضع كذلك هنا هكذا حتى تكون أمورنا واضحة أولا عندنا X من ناقص مالا نهاية إلى ناقص واحد ومن ناقص واحد إلى زائد مالا نهاية عندنا من هو قلنا؟ عندنا المسؤول هو X زائد واحد أين عدم؟ إن عدم عند ناقص واحد تصبح لنا هنا نفس وهنا عكس نأتي إلى الوضعية اللي هي F لX ناقص Y هنا تصبح لنا مجموعة التعريف هنا قلنا لأنه قلنا X لا يساوي السفر X زائد واحد لا يساوي السفر معناه هنا ناقص وهنا زائد وهنا تأتي كلمة الوضعية في الوضعية أبنائي الأمر جد بسيط إذن هنا بما أن هذه غير معرفة فيبقى هكذا أين وجدنا ناقص نقول أسفل وأين وجدنا زائد نقول يقع أعلى وانتهى الأمر فوقه إذن هنا نقول CF يقع أسفل ماذا؟ أسفل دلتا وهنا CF يقع ماذا؟ فوق دلتا وانتهى الأمر أما هنا فلا يمكن أن يمس أو يقطعه لأنه مستقيم مقارب في هذه الحالة فقط أبنائي نأتي بعدها إلى الجزء الآخر قال بيّن أنه من أجل كل X ينتمي إلى DF لي R معدن نقص واحد فإن F فتحة لX تساوي أن هذه القيمة مع F فتحة هي الدل المشتقى لدل F إذن نكتب هنا البرهان أن إذا كان عندنا X ينتمي إلى ماذا؟ إلى DF لهو R معدن فإن طلب مننا أن نثبت أن هذا الأمر هذه هي مشتقى لاحظوا هنا أبنائي أولا نقول الدال F كيف هي؟ F قابلة للاشتقاق على DF على R معدن نقص واحد لأنها دالة كيف هي؟ ناطقة ناطقة ودالتها المشتقى هي تصبحنا F فتحة لX يساوي نحن نعلم أبناء إذا كانت عندنا إيه على V مشتقى تكسر إذا سألنا ماذا؟ مشتقى الأول مشتقى البسطي في المقام نقص مشتقى المقام في البسطي على المقام مربع إذن أول شيء هنا أنسحكم ضعوا المقام مربع لهو X زائد واحد مربع حتى لا نخطئ فيه وننطلق الآن في القانون في البسط مشتقى البسط مشتقى X مربع هو أنه هذا ينزل ويتنقص درجة سبحانا A2X مشتقى الأعزب لهو الثلاثة يذهب إلى صفر مشتقى أي عدد ثابت يذهب إلى صفر مشتقى البسطي في المقام ناقص مشتقى المقام مشتقى الناقص الواحد يذهب إلى صفر مشتقى X هو واحد في البسطي اللي هو X مربع زائد ثلاثة تصبح تساوي المقام قلف لا ألمسه X زائد واحد الكل مربع نأتي الآن إلى البسط البسط ننشر هذا في هذا تصبح لنا 2X مربع زائد 2X ناقص X مربع ناقص ثلاثة تصبح تساوي X زائد واحد الكل مربع في المقام والبسط يصبح لنا X مربع لأن هذا مع هذا يصبح X مربع وهذا زائد 2X ناقص ثلاثة هنا إما أن نقول ومن جيهة أخرى أن ننشر هذا الجزء أو من جيهة نحسب المميز ونقوم بعمل التحليل لهذه العبرة تعالوا نجرب مع طريقة التحليل حتى تعلموا أبنائي لاحظوا إذن نأتي الآن إلى البسط المقام ظهر أنه نفسه لاحظوا مربع مربع البسط لهو X مربع ناقص زائد 2X ناقص ثلاثة هذه سوف نقوم بالتحليل يساوينا دالتا ماذا يساوي؟ يساوي بي مربع لهو 4 ناقص 4 AC الأ هو واحد والس هو ناقص ثلاثة تصبح لنا هذه 1216 تصبح لنا جذر دالتا جذر دالتا يساوينا كم؟ تصبح لنا X واحد يساوينا ناقص بي ها هو البي هو العدم نظروف X ناقص 2 ناقص جذر دالتا على 2A تصبح لنا ناقص 6 على 2 وهي ناقص 3 X2 يساوينا ناقص بي وهو ناقص 2 زائد جذر دالتا على 2 تصبح لنا 2 على 2 وهو واحد معناه تصبح لنا التحليل تحليل عبارة من هذا النوع ما هو؟ هو أنه هنا كم يساوي؟ واحد إذن نصبح واحد إذن واحد في X ناقص الحل الأول ها هو الحل الأول كم؟ ناقص ناقص ثلاثة تصبح لنا زائد ثلاثة في X ناقص الحل الثاني اللي هو واحد انظروا أليس هذه القيمة؟ هي نفسها هذه القيمة؟ نعم إذن تصبح لنا هكذا أركزوا لحظتم نقول ومنه F فتحة لX تساوي المقام قلت نتركه كما هو اللي هو X زائد واحد لكل مربع البسط هذه القيمة التي وجدناها ها هو تحليلها تحليل هو X ناقص واحد في X زائد ثلاثة لأن الضرب عملية تبديلية حتى لا يقول أحدكم لماذا؟ إذن اسمعوا جيدا إذا كانت عندنا عبارة مكتبة على الشكل A X مربع زائد B X زائد C وكان لها جذران فتحليلها يصبح هو A في X ناقص X واحد في X ناقص X اثنان هذا هو تحليل عبارة إذا كان لها جذران أما إذا كان مميزها معدوم فتصبح لنا هذا X تصبح حل الوحيد اللي هو X واحد وهنا X واحد بعدما X ناقص X واحد في X ناقص X واحد يصبح هنا X ناقص X واحد مربع يعني لأنه ضربة في نفسه يصبح لكم هكذا هذا ما نسميه لما يكون المميز قيمة كيف هي معدومة فالعبارة لها حل مضاعف فقط ها قد الآن وجدنا مطلوبنا فقط أبنائي نأتي بعدها إلى الجزء الآخر قال عين اتجاه تغير دلة F على مجالي مجموعة تعريفية ثم شكل جدول تغيرتها إذن نكتب هنا تعيين اتجاه تغير الدلة F على د F يعني على R معد ناقص واحد نقول لدينا ماذا؟ لدينا أنه F فتحة لX هي هذه نقول إشارة المشتقة من إشارة البسط في هذه الحالة لأن المقام موجب تماما على ماذا؟ على د F على R معد ناقص واحد لأن X زائد واحد الكل مربع قيمة موجب تماما على المجال اللي هو R معد ناقص واحد لأنها تنعدم نعم تنعدم عند ناقص واحد لكن على هذا المجال تبقى دائما موجب أي X ناقص واحد في X زائد ثلاثة ندرس إشارة ندرس إشارتها إذن هنا عندنا أبنائي يمكن أن نضع هنا جدول بسيط من خلاله سوف نعطي جدول إشارة المشتقة الذي يساعدنا على تعيين الباقي إذن إذا قلنا هكذا لاحظوا ها هو أمامكم ونضع هنا هكذا ونضع هكذا إذن ونضع المشتقة أولا لاحظوا إذا وضعنا هذا الأمر نكتب هنا X من ناقص ما لا نهاية إلى ناقص واحد ومن ناقص واحد إلى زائد ما لا نهاية هذه العبارة سوف يحدث له إشكال عندنا ألقنا من إشارة الجدى X ناقص واحد أين ينعدم ينعدم عند واحد من هنا نقل نفس ومن هنا عكس عندنا كذلك لهو X نتابع جيدا إذن نكمل أبناء إذن وقلنا كذلك لهو X زائد ثلاثة ينعدم عند ناقص ثلاثة فينزل هنا ليعدم وجدنا من هنا نفس ومن هنا عكس لكن هذا تصبح هكذا وهكذا وهكذا لاحظوا هنا زائد زائد لأن هذا تابع لهذا القانون إذن وهنا هذا نزل هكذا عندنا تصبح لنا إشارة الجداء ل lengthy X ناقص واحد في X زائد ثلاثة فنضع هنا لاحظوا هذا يعدم هنا وكذلك ينزل من هنا ليجد الإنعداء فتصبح لنا إشارة جداء إذن تصبح إشارة هذا في هذا الناقص في الناقص صباح لنا الزائد والناقص في الزائد صباح لنا ناقص والناقص في الزائد تصبح لنا ناقص والزائد في زائد تصبح لنا زائد وهنا نضع جهات المشتقلة هي F فتحة لX هنا عليه هذا أن ينزل ويقول تصبح منطقة ممنوعة ثم عندنا هنا ينزل هذا هكذا ليعدم وهذا كذلك ليعدم نوقل نفس الإشارة التي تحصلنا عليها هنا زائد ناقص ناقص زائد ماذا نقول نقول الدال هكذا مجرد كلمات لغوية الدال F متزايدة على المجال من ناقص مالا نهاية يعني أينما نجد زائد من هنا إلى هنا ومن هنا إلى هنا معنى من ناقص مالا نهاية إلى ناقص ثلاثة اتحاد من ماذا من الواحد إلى زائد مالا نهاية وماذا ومتناقصة على هذا المجال من هنا إلى هنا ومن هنا إلى هنا حذاري أحدكم يقول من ناقص ثلاثة إلى واحد وهذا الذي جاء هنا في الطريق كمانع فنقول من ناقص من ناقص ثلاثة إلى ناقص واحد مفتوح اتحاد من ناقص واحد إلى ماذا إلى الواحد لأن هنا عندنا منطقة ممنوعة فقط بعدما أنهينا مع هاج اللي هو تغيرات نأتي بعدها أبناء إلى الشيء الآخر اللي هو قال ثم شكل جذول تغيراتها نأتي الآن إلى جذول تغيرات إذا كنا رسمناه هنا نكتب هنا جذول تغيرات أدال F على المجال من ماذا R معدق الناقص واحد عفوا ناقص واحد إذن هنا نكتب هنا X يعني مجال تعرف من ناقص ملا نهاية إلى ناقص واحد من ناقص واحد إلى زائد ملا نهاية أين تنعد المشتقة؟ قلنا أنها F فتحة لX إن عدمت عند ناقص ثلاثة وعند الواحد يعني من هنا هكذا ومن هنا هكذا ثم ماذا؟ احتجناها هي أمامكم زائد ناقص ناقص زائد سوف ننقل تلك الأشياء فقط إذن زائد وهنا زائد وهنا ناقص وهنا ناقص ثم نأتي إلى مجال الصور لي هو F ل X إذن زائد هكذا وعندنا ناقص هكذا وعندنا ناقص هكذا وعندنا زائد F1 سوف نحترم بعض الأمور إذن هكذا ينزل إلى هذه القيمة الحدية ثم يسعد هنا هكذا ماذا وجدنا أبنائي؟ وجدنا عند الناقص ملا نهاية وتتذكرون وجدنا ناقص ملا نهاية وعند الزائد ملا وجدنا زائد ملا نهاية ولهذا وجدنا مستقيم مقالب وهنا نعوذ بAF لناقص ثلاثة وهنا وجدنا كذلك ناقص ملا نهاية وهنا وجدنا زائد ملا لهذا قلنا مستقيم مقالب عمودي وهنا AF لمن لواحد يعني نحسب AF لناقص ثلاثة وAF لواحد فقط أبنائي ويمكن كذلك أبنائي أن نعوذ الآن بنقص ثلاثة هنا ناقص ثلاثة وهنا ناقص ثلاثة مربع وهنا ناقص ثلاثة فماذا ينتج؟ سبح لنا 9 لأن هنا تعطيكم 9 زائد 3 اللي هي 12 على ناقص 2 لأن هذه تعطيكم ناقص 2 سبح لنا ناقص 6 يمكن أن ننزع هذه القيمة هنا كما أشير ونكتب في مكانها ناقص 6 ثم نعوذ كذلك بالقيمة الأخرى اللي هو 1 إذن تعالوا نعوذ هنا بـ 1 1 1 فتصبح لنا 4 على 2 إنها الـ 2 إذن في هذا المكان نعوذ بالترتيبة كم؟ 2 فقط إذن هنا 2 بعدما أنهينا هذه الأمور نأتي بعدها أبنائي إلى السؤال الأخر أقال أكتب معادلة للمماز D للمنحني S F عند النقطة ذات الفاصلة 0 إذن نكتب هنا معادلة D عند X كم يسوي يسوينا 0 نحن نعلم أن معادلة المماز في الحالة العامة هي Y يسوينا F فتحة لـ A في X ناقص A زائد F لـ A الـ A هو ها هو الذي أعطينا هو صفر معناها نعوذ بماذا؟ بصفر وصفر وصفر هنا نعوذ في المشتقة وهنا أكيد نعوذ في الدالة فقط تعالوا الآن نعوذ بالصفر في المشتقة صفر 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 وصفر كم تصبح؟ تصبح لنا ناقص واحد في ثلاثة على ماذا؟ على واحد تصبح لنا ناقص ثلاثة لماذا نعطينا ناقص ثلاثة على واحد؟ إذا يصبح لنا Y يسوينا ناقص ثلاثة عفوا قلت ناقص ثلاثة في X يعني ناقص ثلاثة X ونعوذ في الدالة بالصفر هنا صفر 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 تصبح لنا كم؟ تصبح لنا ثلاثة لأن هنا تبقى لنا ثلاثة على واحد لهو ثلاثة هذه هي معادلة المماس D عند X يسوي صفر فقط أبنائي بعدما أنهينا مع هذا السؤال أبنائي نأتي إلى سؤال آخر قال بيّن أن النقطة A ذات الحدثية ناقص واحد ونقص هي مركز تناظر لـ CF إذن نكتب هنا البرهان أن A مركز تناظر لمن لـ CF لاحظوا جيداً نحن عندنا القانون العام إذا قلنا A ذات الإحداثيات A وB مركز تناظر لمن لـ CF إذا تحقق ماذا أبنائي؟ تحقق ما يلي أنه F لـ 2 ركزوا جيداً سوف تفهمون 2A إذن 2A ناقص X زائد F لـ X تسوينا 2 في B لاحظوا ها هو الـ A وها هو الـ B فتصبح لنا هكذا F لـ A هنا كم؟ ناقص واحد يعني نعوذ هنا بـ ناقص واحد عفواً إذن قلت نعوذ هنا بـ ناقص واحد والـ B كم؟ ونعوذ هنا بـ ناقص اثنان معناه علينا أن نحسب أنه ناقص اثنان ناقص X زائد F لـ X يجب أن نجدها تسوينا ناقص أربعة لأن هذه تعطيكم ناقص أربعة إذا وجدنا هذا الأمر فنحن على السواب ما معنى هذا أبنائي؟ لاحظوا هنا عندنا كلمة F لـ X وهنا لاحظوا في بطن ذلك المكان سوينا ناقص اثنان ناقص اثنان ناقص X معنى نعوذ هنا بـ ناقص اثنان ناقص X وهنا ناقص اثنان ناقص X زائد F لـ X يعني زائد هذه القيمة لما نكمل علينا أن نجد ناقص أربعة تعالوا تصبح لنا هكذا A F لـ ناقص اثنان ناقص X زائد A F لـ X تساوي نأتي بالعبارة هذه وعوذ في كل مكان من X بـ ناقص اثنان ناقص X سبح لنا ناقص اثنان ناقص X ناقص واحد زائد أربعة على ناقص اثناني ناقص اكس زائد واحد زائد آف لإكس لهو اكس ناقص واحد زائد أربعة على اكس زائد واحد هذه هي عبارة آف لإكس ماذا ينتج أبنائي لما ننزع من هنا ناقص ننزع هذا القوس كما ترون ماذا حدث أنه هذا ذهب مع هذا مباشرة ماذا بقيت لنا بقيت لنا هذه القيمة لهي كم لهي ناقص ثلاثة لحظتم قلت بقيت لنا ناقص ثلاثة زائد أربعة على هذا مع هذا كم يعطي لنا ناقص واحد ناقص اكس لحظتم ناقص واحد ناقص اكس زائد ماذا عفوا عفوا بقيت لنا كذلك ناقص واحد ها هي ناقص واحد زائد ماذا زائد أربعة على اكس زائد واحد لم أفعل شيء أعيد حتى تفهموا هذا جمع التعومة هذا أعطينا ناقص ثلاثة وعندنا هذا معهم تصبح لنا هنا يمكن حتى أن نختزل من هنا ونقول تساينك ناقص أربعة بعد عملية الجبعة ناقص أربعة زائد أربعة ثم عندنا هذا قلنا ذهب مع هذا بقي لنا هذا الجزء وهذا الجزء لأن هذه الأعداد هذا مع هذا مع هذا كلهم جمعة وعطينا ناقص أربعة الناقص أربعة قد ذهب ظهرت هذه لكن علينا أن نثبت أن هذا مع هذا سوف يذهبني إلى صفر ما رأيكم أبنائي لو نضرب هذه العبرة هنا في ناقص وهنا في ناقص يعني كسر أضربه في نفس العدد ضربته في ناقص واحد في البسط ونفس المقام فذهب هذا مع هذا لأن الكسر يجب أن نضربه في نفس العدد في البسط والمقام لما الأم تقول نضيف هنا مثلا واحد ونضيف هنا واحد فلا يجوز في الكسر الكسر يجوز فيها أن تضرب وتقصي إذن ذهب هذا مع هذا بقيت لنا ناقص أربعة التي كنا نبحث عنها فقط ماذا يمكنه هل توصلنا إلى القانون نعم نقول مباشرة ومنه A ذات الحديثية ناقص واحد وناقص اثنان مركز تناظر لمن؟ لCF فقط أبنائي بعد ما أنهينا مع هذا السؤال نأتي إلى السؤال المهم لهو أرسم كلا من دالتا وD وCF إذن أولا ننطلق بأولا المستقيم المقارب العمودي ها هو أمامكم عموديا انظروا لهو X يساوي ناقص واحد ها هو X يساوي ناقص واحد هذا الأمر الأول عندنا كذلك لهو المستقيم المقارب المائي لهو قلنا معدرته Y يساوي X ناقص واحد أرجعوا الفيديو سوف تجدون ذلك نستعمل ما نسميه أبنائي نستعمل ما نسميه قلنا من الجدول المساعد X و Y نعطي لهذا الصفر X نعطي له صفر Y كم يسبح ناقص واحد نعطي للX واحد Y كم يسبح يسبح صفر إذن نقطة صفر ناقص واحد ها هي وواحد مع صفر ها هو ثم نربط ما بين النقطتين ها كذا أبنائي لاحظوا ها كذا نحاول أن يكون منسجل أكثر إذن هذا اسمه ماذا هذا أولا عندنا X يساوي ناقص واحد مستقيم مقارب عمودي وعندنا الضالطة وعندنا D اللي هو معادلة المماس عند X يساوي كم عند X يساوي صفر D لو تتذكرون وجدنا معادلته Y يساوينا ناقص هكذا ناقص ثلاثة X زائل ثلاثة يقول أحدكم لماذا أستاذ ها هي القيم معنا عند الفاصلة كم عند الفاصلة صفر إذن أولا الفاصلة صفر عوضوا لو نأتي الآن بالجدول بالجدول المساعد X و Y لو نعطي للX صفر الY كم يصبح ثلاثة لو نعطي للX نعطي له واحد الY كم يصبح يصبح لنا صفر عوضوا هنا بواحد ناقص ثلاثة زائل ثلاثة إذن النقطة الأولى هي صفر ثلاثة صفر مع ثلاثة ها هي أمامكم والثانية واحد صفر واحد صفر ها هي أمامكم ولنسى أن معادلة الممس عند النقطة هذه التي تحدثنا عليها إذن يمكن أن نقوم بالربط ما بين النقطتين كالتالي هكذا هذه هي ما نسميها معادلة الممس D إذا سمينا هذا D عندنا كذلك الآن عندنا القيمة الحدية قيمة الحدية التي تشبه الجبل ها هي لاحظوا إذا تشبه جبل ناقص ثلاثة مع ناقص ستة ها هي ناقص ثلاثة مع ناقص ستة سوف تأتينا في هذا المكان ونرسم شيء يشبه الجبل لاحظوا ها هو يشبه الجبل فقط ثم نأتي إلى هذا الذي يشبه الحفرة واحد مع اثنان واحد مع اثنان إذن هنا في هذا المكان ونرسم شيء يشبهه هكذا ثم الأمر جد بسيط أبنائي ولا ننسى مركز التناظر الذي قلنا عليه ناقص واحد وناقص اثنان ناقص واحد مع ناقص اثنان وهو نقطة تقاطع المستقيمان المقاربان العمود مع المائل الآن لاحظوا أبنائي هنا الأمر أصبح جد جد بسيط كيف؟ هذا الذي يكون هنا في هذا الجبل إذن هنا قلنا مستقيم مقارب هنا يوجد لنا دالتا مستقيم مقارب المائل وهنا كذلك دالتا يعني هنا يأتي بالقرب من دالتا ويسعد إلى القيمة الحدية ثم ينزل مع هذا الجدار الأحمر ثم كذلك من هنا ينزل مع الجدار الأحمر ليصل إلى هذه الخفرة ثم يتجه إلى دالتا إذن هنا يأتي كما هكذا في الأصل يأتي من هنا يقترب هكذا ليسعد إلى القيمة الحدية ثم ينزل إلى هذا المستقيم مقارب العمودي ومن هنا كذلك في الجهة الأخرى بما أن قلنا هنا مماس ها هو مماس عند تلك الفاصلة قلنا X يساوي 0 ها هو X يساوي 0 ليتجه نحو دالطة ها هو أمامكم دالطة لكن هنا لا يخترق إنما مماس فقط يعني هكذا كما أشير يا أبنائي وانتهى الأمر ويمكن أن نسمي هذا C أو C F المنهاني وانتهى الأمر أنا رسمته يعني بلونين مختلفين فقط هنا رسمته بالأزرق تفاديا لحتى لا يختلط مع المماس فقط يا أبنائي نأتي بعدها إلى الآخر قال عين بيانيا قيم الوسيط الحقيقي AM حتى يكون للمعادلة F لX تساوي AM حلاني مختلفة نكتب هنا تعيين قيم تعيين قيم AM حتى يكون للمعادلة F لX تساوي AM ماذا؟ حلاني مختلفان لاحظوا جيدا أولا ما هو التفسير البياني لهذه الكلمة؟ نقول الحلول الحلول البيانية للمعادلة F لX تساوي AM هي فواصل بالدرجة الأولى هي فواصل يعني فواصل معناها على هذا المحور إسقاط هي فواصل تقاطع CF من منحني مع محور ماذا؟ هي فواصل تقاطع CF مع المستقيم ذو المعادلة وهنا ضعوا Y فقط معادلة Y يساوي AM فقط هذا هو التفسير إذا فهمتم هذا التفسير أن حلول معادلة F لX تساوي AM هي أنه يجد لنا هي التقاطع المنحني ها هو المنحني مع مستقيم معادلته Y يساوي AM كيف هو وضعيته؟ وضعيته تكون مستقيم أفقي ها هو أمامكم هذا المستقيم سوف يأتي أبنائي من هنا وينطلق بالسهود هو يريد هي قلنا نقاط تقاطع فواصل تقاطعون كم يقطعهم من مرة؟ لاحظوا واحد اثنان إذن هنا يجوز لأن قال حلاني مختلفان نضيف كذلك لو نصعد هنا كم ما زال حلان إلى غاية هذه القيمة الحدية هنا كم يجد لنا من حل؟ يوجد حل وحيد وهو حل مضاعف في هذا المكان لكن هو طلب حلان إذن ماذا نقول؟ نقول AM ينتمي يعني AM هو يكون على محور هذا هو الAM لماذا أبنائي؟ لأن لو نقول هنا AM كم يكون في هذا المكان يكون يقلق يسوي ناقص صفر معناه AM يسوي صفر بالمطابقة انظروا هنا مثلا كم يكون AM في هذا المكان لاحظوا في هذا المكان كم يكون AM AM أكيد يكون يسوي ستة لأنه هو ناقص ستة ناقص ستة عفوة ليس ستة عذروني قلت ناقص ستة هنا ناقص أربعة هنا صفر هنا اثنان وهكذا وهكذا دواليك إذن فيصبح لنا AM في المناطق التي يقطع فيها المستقيم الأخضر مع المنحاني المستقيم الأزرق مع المنحاني يصبح لنا من ناقص ما لا نهاية يعني حتى ولو جاء من هنا وبدأ بالسعود فهو يقطع مرة مهما كان لماذا؟ لأن هذا ما زال هنا نازل وهذا من هنا نازل إلى غاية ماذا؟ إلى غاية القيمة الحدية اللي هي كم هنا ناقص ستة مفتوح إلى غاية ناقص ستة لأن لو كن ينتمي إليه هنا حل مضاعف ثم من هنا هل يوجد تقاطع لا يوجد تقاطعات لا يوجد لا يوجد لا يوجد إلى غاية هذا المكان من من الاثنان اتحاد من الاثنان إلى غاية لاهظ إلى غاية زائد من يبقى دائما يقطعه مرتان كيف ذلك؟ قوموا بالإسقاط ها هو حل وها هو حل هو لم يقل الإشارة إنما قال عدد الحلول حلاني وانتعى إلى غاية زائد من يبقى هذا هو الجواب وعيد إذن عندنا ها هو المستقيم لهو إقراجي السوي أمل لهو من هنا يبدأ بالصعود حلان 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 حل مضاعف إذن لا نحتاجه ثم لا يوجد حلول لا يوجد حلول لا يوجد حلول إلى غاية هنا حل مضاعف ثم حلاني 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 إننا نحتاج الحلان إذن من هنا إلى هنا مفتوح ومن هنا إذن قلت هكذا ثم يكمل هكذا إذن هنا عندنا قلنا حل مضاعف ثم حلان لكن هو ما طلب مننا يا أبنائي لاحظوا ماذا قال قال المعدلة F ل X تساوي أم حلاني مختلفة إذن ليس حلاني متمئة حلاني مضاعفا إذن أكيد الحلاني مختلفة يكون قلنا من هنا يعني لما يتقاطع مرتين هنا في هذه القمة الحدية نقول حل مضاعف ثم من هنا إلى هنا لا يوجد حلول يعني لا يوجد تقاطعات من هنا إلى غاية هنا يوجد لنا حل كذلك مضاعف ثم من هنا لكن نحن ماذا نحتاج نحتاج أكيد من هذه الأماكن من هنا إلى غاية هكذا ومن هنا إلى غاية هنا لاحظتم لأن السؤال هو من طلب لم يقل ناقش كليا قال لما تكون حلاني مختلفا يعني يوجد تقاطعان مع هذا المستقيم والمنحني فقط أبنائي وفي الأخير أبنائي وأبناتي الأعزاء أتمنى قد استفدتم من هذا الفيديو كما أرجوكم أن لا تنسونا بالدعاء لنا بالصحة والعافية والترحم على رحمة الطاهرة كما يمكنكم زيارة صفحتنا على الفيسبوك إنها صفحة الأستاذ نور الدين ليصلكم جديدنا باستمرار وفقكم الله إلى ما يحب ويرضى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته ترجمة نانسي قنقر